بينما تسير عجلة المفاوضات ببطء شديد وتتعثر أحيانا كثيرة تسرع عجلة المجاعة في الفتك بالسوريين وبعد عشر سنوات من الحرب أصبح نحو ثلثي شعب السوري بلا طعام يكفي يومهم المرير برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر وينذر بوقوع كارثة المجاعة في سوريا ويعلن أن 12 مليون و 400 ألف شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام في زيادة كبيرة تدل على سرعة الانهيار الاقتصادي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون قالت إن المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى حتى إن وجبة واحدة في اليوم أصبحت بعيدة عن متناول غالبية العائلات السورية تؤكد الأرقام والمشاهد اليومية أن راتب الموظف عند نظام الأسد لا يكفيه عدة أيام للعيش على وجبة واحدة هذا عدا عن متطلبات التدفئة والملبس والمسكن التي ارتفعت بمعدل خمسين مرة عما كانت عليه قبل عام 2011 ويزداد الفقر سوءا في المناطق التي تقع تحت سيطرة نظام الأسد أكثر من المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة وذلك بسبب توقف العجلة الاقتصادية واستمرار حيتان الفساد في محاصرة الفقراء ومساومتهم على لقمة عيشهم فمن يريد أن يؤمن لقمة عيش أطفاله عليه أن ينظم لأحدى الميليشيات التابعة لرجال الأعمال مرتبطين بالأسد أو للجهات الإيرانية والروسية أما المجندون بجيش النظام فلا يمنحون رواتب كافية لذلك يجدون في الصدو والتعفيش وابتزاز المدنيين طريقهم لكسب المال عشر سنوات حول فيها نظام الأسد البلاد إلى مقبرة للجائعين ليطبق شعاره المشهور الجوع أو الركوع